السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عنها ليحدث حمل بعد الدورة بثلاثة أيام وما هو أنسب وقت لحدث الحمل بعد الدورة الشهرية دعونا نجيب أولا على سؤال ما هو أنسب وقت لحدث الحمل بعد الدورة الشهرية إن أنسب وقت لحدث الحمل بعد الدورة الشهرية هو يوم الإبادة أو يوم التبويض ونزول البويضة من المبيض حيث أنه يجب معرفة يوم الإبادة وممارسة الجماع قبل وبعده بعدة أيام لضمان فرصة حدوث الحمل مع العلم أن الحيوانات المنوية تعيش لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أما البويضة فهي تعيش لمدة 12 لـ 24 ساعة فقط منذ لحظة نزولها إذن كيفية تحديد يوم الإبادة المحتمل إن يوم الإبادة المحتمل يتم تحديده عن طريق طرح 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المقبلة فإذا كانت الدورة الشهرية المقبلة يوم 24 من شهر معين فإن يوم التبويض المحتمل هو يوم 10 من نفس الشهر لذلك فهذا هو أنسب وقت لحدوث الحمل بعد الدورة الشهرية وإذا مر بعد يوم الإبادة عدة أيام بدون جماع فيجب الانتظار إلى الشهر القادم أما عن سؤال هل يحدث حمل بعد الدورة بثلاثة أيام فقد يحدث حمل إذا تم الجماع بعد انتهاء الدورة بثلاثة أيام وكانت الدورة قصيرة جدا 21 يوم أو 22 يوم على الأكثر فإذا كانت طول الدورة الشهرية 22 يوم مثلا فإن يوم الإبادة المحتمل هو يوم 8 وإذا تم الجماع بعد الدورة بثلاثة أيام فقد تعيش الحيارات المنوية حتى يوم 8 وتنزل البويضة ويتم تلقاح لذلك فهناك نسبة لحدوث الحمل بعد الدورة بثلاثة أيام إذا كانت الدورة لديك قصيرة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب ولو أعجبكم الفيديو ياريت تدعونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر